نجى قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الحديدة العقيد صادق عطية من محاولة اغتيال قام بها مسلحون في مدرية الخوخة جنوب المحافظة وأكد حساب قوات الأمن الخاصة بالحديدة أن مسلحين على متن ثلاث دراجات نارية أجم العقيد عطية أثناء تفقده الخطوط الخلفية للتهريب شرق مدرية الخوخة ما أدى لإصابة قائد الأمن المركزي وأحد المسلحين اشتركوا في القناة